ما هي الظروف المحلية والدولية والإقليمية التي دفعت بحماس إلى شن هذا الهجوم المفاجئ بهذا التوقيت بالتحديد يعني هناك كثير من التداعيات والممارسات التي يعني مارستها أو مارسها الكيان ضد الفلسطينيين فضلا عن ذلك يعني هناك بعد سوقي وامتداد سوقي تعبوي ما بين يعني الفصائل في سوريا وأيضا يعني التواجد أو القوات الموجودة داخل سوريا وكأنما هناك امتداد بوحدة مفهوم واحدة عملية القصف التي طالت كلية العسكرية في سوريا وعملية احتجاز وممارسات الاعتقال يعني الأسرى الفلسطينيون في المعتقلات الإسرائيلية هي الأخرى والتراكمات التي أدت إلى وجود حالة من الاحتقان وبروز يعني حالة من الأزمة تلوح بالإفق فيما يتعلق بالداخل داخل غزة ومحيط تلك المناطق الموجودة منها يعني أدى إلى أن تكون هذه تكون حماس وغيرها والقسام تكون مدعاة لعملية انتقام وتخطيط لغرض يعني التحقيق عملية تؤدي إلى سياسة الردع فضلا عن ذلك يعني الشعور حماس وغيرها داخل الأراضي الفلسطينية من أنها يعني مضى عليها يعني ردح من الزمن لم تقم بعملية نوعية تعيد إلى الأذهان الحاضرة الفلسطينية فيما يتعلق بالمقاومة فضلا عن ذلك يعني هناك شعور عربي إسلامي إقليمي داخل حتى داخل فلسطين من أن قضية فلسطين أصبحت أمر واقع وأصبحت كأنما هناك محلال القضية الكبرى وهي القدس الشريف وهي فلسطين المحتلة وهي القضية الكبرى التي تشغل والشغل الشاغل للعرب والمسلمين بصورة عامة وخاصة على حد السواء لذلك يعني هذه التداعيات والتراكمات التي ذكرتها هي كانت السبب الأبرز والأظهر والأكثر لهذه العملية التي أدت إلى تنفيذها بصورة متقنة وأعتقد أنه يعني لا أعتقد أن هذه العملية تمت فقط من قبل حماس أو من قبل القسام كتائب القسام بل أعتقد هناك دعم دولي وهناك دعم خارجي تلقته هذه الجماعة وهذا الدعم قطعا هو دعم بالسلاح ودعم بالخطط ودعم فيما تعلق بالاستعارة على نحو التنفيذ والتطبيق والبدء بهذه العملية التي تكللت حقيقة بالحسابات الواقعية بنجاح بين أدى إلى اعتراف رئيس الكيان نتنياهو يوم أمس وتمخذ عنها أسر قيادات من جنرالات وضباط ومجندات فضلا عن السيطرة على بعض المدن بطريقة مؤقتة ترجمة نانسي قنقر